في أجواء احتفالية مميزة نظمت وكالة الأنباء الجزائرية جائزة صبر الآراء لتكريم أحسن الرياضيين لسنة 2023 بعد سنوات من الانقطاع هذه السنة الحميدة التي انطلقت سنة 1977 أعلنت من خلالها الوكالة تجديد العهد مع تكريم ألمع الرياضيين الذين شرفوا الجزائر ورفعوا الراية الوطنية عاليا أشكر وكالة الأنباء الجزائر الاختيار أحسن الرياضي سنة 2023 حاجة لتحفز إن شاء الله لكي نكملوها قو إن شاء الله إن شارفوا الجزائر إن شاء الله 2014 إن شاء الله في الألاب الأولمبية السهرة الرياضية التي حضرها أعضاء من الحكومة ووجوه من الأسرة الرياضية كانت فرصة أيضا لتكريم صحفيين ممن عايشوا لحظات التتويج والفرحة للرياضة الجزائرية عبر مختلف محطاتها حاجة اللي نفتخر بها اللي جيها التكريم من وكالة الأنباء اللي تام فينا مسترهام للمعلومات تعاملنا معها كثير صبحنا يعني نوع من التعاون من التعاون لتقدمونا لكذا فرحان كثير لأن بالتكريم هذا لأن بعد مشوار مشوار طويل البداية كانت في 65 مشوار طويل وأشياء كثيرة شفناها جاء التكريم من أكبر جهاز إعلامي في البلد هو اللي بدأ أبانا الثورة التحريدية وكلا الوطنية للأنباء يعني كان مستر للأخبار أبانا الثورة التحريدية وفيما بعد يعني كان لشرف وين تعرفت بالعديد من زملاء في المهنة يعني في وكالة الأنباء اللي هي دائما في الواجهة جائزة صبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية تعود لتجمع الأسرة الرياضية وتؤكد التزامها بمساندة الرياضيين والرياضة الجزائرية كما كانت تفعال دائما اشتركوا في القناة